أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما شديدا بصناعة الهاتف المحمول سواء للسوق المحلية أو بهدف التصدير وخلال اجتماع عقد بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمناقشة ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة للتصدير من مصر أوضح مدبولي أن هناك بالفعل عدة شركات بدأت في التصنيع المحلي للهاتف المحمول وفي هذا السياق استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأهداف المنشودة من توطين صناعة الهواتف المحمولة موضحا أن إجمالية طاقة الانتاجية الحالية لتلك الشركات يصل إلى 11 مليون وخمسمائة ألف وحدة